السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخوان المشاهدين أخوات المشاهدات عبر هذه الحلقات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس وعبر وعظات من التعلم الحقيقة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم درس مهم جدا جدا بعنوان ركائز الدين عند المسلم الملتزم المسلم اللي ربنا أكرمه بالإسلام اللي هو إحنا الحمد لله صورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام في نفس الصورة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الحمد لله اصطفانا الله لهذا الدين واصطفى الدين لنا يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون صورة البقرة واصطفانا للدين صورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار فالحمد لله نسأل الله بس إن احنا نحافظ على إيه على النعمة اللي ربنا عطهن يعني مش موضوعي بس بسرعة عشان ما أقول ركائز الدين الدين يعني عبارة ما تسمع كلمة الدين عبارة عن أربع حاجات دين يعني الدين الإسلامي دين يعني خلق المرء على دين خليلة على أخلاق صاحبة دين تلتة الآخرة مالكي يوم الدين دين يعني نظام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك صورة يوسف دين الملك يعني النظام كان اليسر يستعبد يعني عبد يعني طيب أنا النهاردة هتكلم عن ركائز الدين يعني إيه ركائز الدين عند المسلم هو سؤال تاني لو أنا سألتك إنت راضي عن نفسك إنت راضي عن نفسك يعني واحد أقولك مثلا لو واحد مثلا قال له أي فلان خلي بالك ننتج لك كانسر سرطان مثلا والعياذ بالله يعني ربنا عين يشفي كل مريض وإنت حتموت خلاص راضي عن نفسك للقاء الله هلقولي طب هو عرف إزاي أوزن نفسك على الركائز اللي أنا هقولها الأربعة دي اللي هو ركائز الدين الأربعة دول أوزن نفسك بقى بالأربع موازين دول زي بالظبط لما أقولك إيه أنت الضغط عالي عندك ضغطك عالي والله جهاز الضغط وإيس إيه نسبة الكوليسترول عندك في الدم والله عمل تحليل طيب بالظبط كده تعالى أوزن نفسك على الأربع ركائز دول واحد العقيدة اثنين العبادة تلاتة الخلق أربعة المعاملات تاني العقيدة العبادة الخلق المعاملات إيه وضعك في الأربعة دول عقدتك نظامها إيه العبادة عندك أخلاقك طب معاملاتك مع الغير إيه لو نركز في الأربعة دول دول ركائز الدين عند المسلم الملتزم رقم واحد العقيدة ما فيش في القرآن ولا في السنة كلمة العقيدة هي معناها الإيمان البديل عنها الإيمان يعني إيه اللي انت بتعتقده إيه اللي انت مؤمن به إيه اللي انت مؤمن به هل أنت مؤمن مؤمن انت مؤمن طب درجة الإيمان عندك قد إيه الإيمان يزيد وينقص ويزيد الله الذين اهتدوا هدى يزيد الله الذين اهتدوا هدى والإيمان بيزيد وينقص وينقص طيب إنت درجة إيمانك إيه أعيس إزاي هات بقى الميزان اللي حتوزن به قال الله عز وجل سورة البقرة آمن الرسول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أنا وانت كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سورة البقرة تاني ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله في اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ده بالبؤ ده آمنت بالله والملائكة والكتاب والنبيين وبعدين في الإيمان العامل بقى وآت المال على حبي ذا القربة والتامى مساكين الأخر الآيات لكن أنا أتكلم عن الإيمان الإيمان طب يعني إيه معنى أن أنت مؤمن يعني مثلا آمن الرسول كل آمن بالله أنت مؤمن بالله اللي مطلع عليه طب الملائكة الملائكة دول خلقت الملائكة من نور حديث صحيح مسلم دول لهم أعمال في علم الغيب ولهم أعمال في علم الشهادة علم الغيب ويحملوا عرش ربك فوقهم يا ميدين ثمانية يسبحون الله لا يعصون الله ما أمره وما يفعلونه يعزبوا الكفار وينعموا المؤمنين ده في علم الغيب وفي علم الشهادة عن اليمين وعن الشمال قاعد سورة قاف بيسألوا المؤمنين في القبر سؤال القبر من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك في ملك للمطر ملك للريح ملك ملائكة تساعد المؤمنين في القتال لو أنت مؤمن تقول أنا مؤمن مثلا بالملائكة طب حالك معهم إيه كما تحس أن عن اليمين وعن الشمال قاعد وقاعدين يعني قاعدين يعني من بيشتغلوش ما نمش شغلانة تانية ولا فضين لك بعد الظهر ولا الصبح لا 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 دول قاعدين ما يلفظوا من قول إلا لديه رقيب على اليمين وعتيد على الشمال يبقى هتعمل إيه إيه أثر الإيمان الركيزة اللي أنت بترتكز عليها دي هتؤدي بيك إلى إيه طب أنت مؤمن بكتب الله اللي هي التوراة والإنجيل ومؤمن بال بس طبعا دولا تحرفوا اللي موجود دلوقتي القرآن مؤمن بالقرآن كمنهج حياة منهج حياة بتعيش به في حياتي ككلها ها طيب اليوم الآخر هم قدمت إيه هم يعني وهكذا الإيمان له أثار في حياة المسلم مش بس نقول أنا مؤمن كده وخلاص لا إيه أثر هذا الإيمان أثر هذا الإيمان هذه أول ركيزة ركيزة الإيمان لأن الإيمان يقين بالقلب إقرار باللسان تصديق بالعمل تصديق بالعمل طيب شوف أنت حالك إيه إيبقى أول واحد الإيمان أول ركيزة ركيزة العقيدة اللي هي الإيمان يعني اتنين العبادة العبادة الله عز وجل أمرنا بعبادته آيات كتير سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل ويا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين سورة الزمر آيات كتير في العبادة يعني العبادة بس إيه هي العبادة؟ العبادة هي أنك أنت تسمع وتطيع لله تبارك وتعالى الخضوع والذل لله عز وجل طب العبادة حالك إيه في العبادة؟ عشان تتوزن نفسك أدي ركيزة هي؟ يعني إيه حالك إيه في العبادة؟ يعني إنت بتعبد الله في جميع مظاهر حياتك؟ ولا بتنقي؟ بتاخد حتة وتسيب حتة؟ لو العبادة دي منهج حياة عندك من ساعة ما بتقوم النوم لغاية ما بتنام تاني يبقى ما شاء الله دي شمولية الإسلام دي شمولية الإسلام إنك أنت بتاخد الدين بكلياتك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مع حد لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سورة الأنعاب سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ادخلوا يعني التزموا في السلم اللي هو الإسلام كافة يعني خد الدين كله مش بتقطع سعى القلبك سعى الربك حبا كده حبا كده اللي تلهاي لتلدون ما ينفعش ما ينفعش وإلا حينطبق عليك الآيات بقى سورة البقرة فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما قالش وتتركونا بعض وتنسونا بعض وتؤجلون بعض اللي قال دي هو اللي قال دي فخد العبادة بشموليتها خد العبادة كمنهج حياة بأحياء بهذه العبادة لله تبارك وتعالى مش أطلع من الصلاة أجذب ولا أسرق الناس مش هجسون في رمضان وما صليش مش واحدة صايمة مش محجبة مش عامل فرح وجايب الهجس والهبل مش عندي جنازة عمللت وما صوت واشتم في ربنا ده إيه ده؟ إيه ده؟ لا لابد أن العبادة تكون شاملة شمولية الإسلام يبقى واحد الإيمان أو الركيزة الركيزة التانية العبادة بس بشموليتها الركيزة التانية التالتة الخلق الخلق بقى يعني حاجة خاصة بك أنت 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 كده أنا وجدي كشخص كده خلق إيه الخلق؟ اللي هو البيهيفيارز المانرز يعني أعمالي أفعالي أنا بعملها يعني ربنا لما زكى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم قال له وإنك لعلى خلق عظيم مش عادين يقولك يا رسول الله يا أحمر الخدين يا كحيل العينان يا أحمر خديني إيه ده خلق فين الخلق؟ خلق المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أقرب يكون مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا حديث روات ترميذي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا حديث البخاري بس يعني إيه خلق؟ يعني لو أنا حبيت أقول كده الخلق على نفسي أو مثلا جاي عريس لبنتي بقول أخلاقه إيه؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه معين الخلق من الدين بس ليه النبع السلام خاصه؟ يبقى ده يعني فيه تخصيص له طب هعرف إزاي إن العريس ده عنده خلق ولا لا؟ ثلاث حاجات هبصله أشوف شكله اتنين أسمع كلامه ثلاثة أشوف عمله عمله يبقى الخلق عبارة عن ثلاثة شكل وكلام وعمل شكله نقدك من فوق من كان له شعب فليو كرمه بس ما يعملش قزع ما يحلقش الجنبين دول ويسيبه كده لا حواجمك ما بتلعبش فيها لعن الله نامسة والموتنا نامسة ده أولى بقى الراجل لا سنانك لازم تكون بيضة بالمسواك بالفرشة ما ليش دعوه دقنك من سنن الفطرة دي وسنن الإسلام اللحية ضوافرك تكون مقصوصة شعر الإبط يزال شعر العانة يزال شكلك رحتك شكلك كمسلم أدي خلق اتنين كلامك نقولش صبع الخير نقول السلام عليكم ما قولش متشكل نقول جزاك الله خيرا يعني كلامي كله يكون كلام إسلامي قبل ما أكل أوليه بعد ما أكل لما 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 جنام أوم النوم الحمد لله الأذكار موجودة عندنا من فضل الله عز وجل يبقى شكلك وكلامك ثلاثة فعلك فعلك بتيجي تنام على جنبك اليمين تخش الحمام برجلك الشمال تطلع برجلك اليمين بتستنجب إليك الشمال ألبس باليمين أقلع بالشمال عبادة السياقة عبادة البيت مع الزوجة مع الأولاد يعني خلق المسلم خلق المسلم قيس نفسك كده على الأخلاق دي اللي هو شكلك وكلامك وفعلك فعلك مع الأب والأم بر والدين سواء أحياء أو أموات لو أحياء بعمل ثلاث حاجات لو أموات بعمل خمسة يزيدوا اتنين لو أحياء يبقى توقير الأب والأم سمع كلامهم طالما ما فيش معصية والإنفاق عليهم لو محتاجين وأنا معايا فلوس والتوقير بقى تقبيل اليد ما يمشيش قدامهم ما طلعش في سطح فوقهم عشان ما حطش جزمتي فوق دماغهم ما يبدأش الأكل لما هم يبدأهم أما نادي عليهم يا بركة يا ست الحبايب كده يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله البقى علي شيء من بر أبوي أبرهما بهما بعد موتهما قال نعم واحد الصلاة عليهما صلاة الجنازة أولا للإبن صلاة الاستغفار لهما رب يرحموما كما ربياني صغيرة صلة الرحمة التي لا توصل إلا بهما من ناحية أمي يبقى خالتي وخالي أنا ببدأ بالعنصر النسائي الأول قال صلى الله عليه وسلم بنرمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك فبدأ بالعنصر النساء يبقى خالتي وبعدين خالي وبعدين من ناحية أبوي يبقى عمتي وعمي صلة الرحمة التي لا توصل إلا بين أربعة إكراموا صديقهما لما كانوا عايشين خمسة إنفاذوا عهدهما من بعدهما كانوا موصيين على إيه يبقى لما بقيس نفسي بخلق الإسلام بر الوالدين صلة الرحمة الإحسان إلى الجار الصدق الأمانة خلق خلق بس الخلق بقى خلي بالك خص بيك أنت خص بيك شعرك حواجبك سنانك لسانك أربعة إحنا قلنا أول ركيزة الإيمان تاني ركيزة العبادة بشموليتها تالت ركيزة الخلق أربعة أهم حاجة بقى دي أربعة دي اللي هي إيه المعاملات يعني إيه المعاملات يعني تعاملي مع الغير أهو ده خلقي مع الناس خلق بس مع الناس مش مع نفسي مع نفسي زي ما نقول لكن ده مع الناس ودي أخطر نقطة في حياة المسلم ليه إياك والظلم الظلم قال الله عز وجل سورة طه وقد خاب من حمل ظلمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظلم صيح مسلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم الغير ده ممكن يكون جاري أوعى أوعى تظلم الجار جارك والجار وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته أنه سيوا رسح يورس في بعض يعني المعاملات يعني مثلا لما بتيجي النهاردة لو أب مات توزيع المراس كما قال الله وكما قسم الله في سورة النساء في الأول تعالى النهاردة أقول لي بقى هل لما بيبقى فيه ميت بنقعد كده ونشوف يوصيكم الله في أولادكم اللي تذكر نثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوقت نتين فلهنا ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف تلك حدود الله تلك حدود الله إنما يقول لك أنا بصلي الفجرة حق ورمضان في عز الحر بصوم واكل مرس خواته واكل مرس خواته وكل لحم النبت من حرام فالنار أولى به واكل فلوس اليتامة في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا أزال ده ماشى الله وماشى الله بس استنى عصلي دي تعامل مع الغير ما دي المصيبة خليني أختم بالحديث الخطير ده الحقيقة في صيح مسلم يقوله صلى الله عليه وسلم بس راكش شوية أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع نبعوش فلوس يعني على فكرة قال أتدرون من المفلس ما قالش أتدرون من الفقير ليه إن الفقير نشأ فقير لكن المفلس ده كان معاه أمال إيه اللي خلاله مفلس المفلس من أمتي أي من جاء يوم القيامة بصبع بصلاة وصيام وزكاة وحج ما شاء الله ده عامل خير كتير وجاي بحسناته ها وجاي جاني إيه بقى المعاملات الركيز الرابعة المعاملات ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقزف هذا وأكل مال هذا طب الحقوق دي في الأخرة فيأخذ هذا من حسناته الصلاة والصم والزكاة والحج اللي جمعه وهذا من حسناته وهذا من حسناته قال لا ده كان بيجمع للناس فإن فنيت حسناته هلس تفلس ما فيش خلاص ما عندوش حسنات بس الراجل ده له حق لسه طب وبعدين ما عندوش حسنات أخذ من سيئاتهم أصحاب الحقوق تأخذ من سيئات أصحاب الحقوق طرحت عليه فطرح بيها في النار ولا عياذوا بالله عشان كده الأمر خطير المعاملات المعاملات وأنا بقول إن للأسف إحنا معظمنا لما بيقرأ في الفقه بيقرأ إيه الجزء الأول الطهارة والصلاة ولو مش شوية يبقى الصوم والزكاة وهي الحج ده حلوة قوي لكن فين الوكالة الوديعة الإجارة الرهن دي المعاملات اللي مع الناس لازم يكون عندنا حرص شديد جدا 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 لأن في الأخرة ما فيش درهم ولا متاع فيه تخب من حسناتك عشان كده ركائز الدين أربعة نخبرنا منها العقيدة العبادة بشموليتها الخلق شكلك كلامك فعلك المعاملات تعاملك مع الآخرين نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهنا وأن ينفعنا بما علمنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته